نقدم اليوم الحصيلة المرحلية لتنزيل رفعات رؤية استراتيجية 2015-2030 هي مناسبة متاحة للوزارة لإبراز أهم الأوراش المفتوحة ولسيما منذ هذه التوجيهات السامية لصاحب جلال صلى الله في إطار خطاب العرش وخطاب 20 غشت عدد من براميج ذات الطابعة الاجتماعي لدعم تمدروس والحدد من الاكتداد من الهدر المدرسي برزناها وقدمنا أرقام إحداثات وحدد المؤسسات خلال الأربع سنوات الأخيرة أكثر من مئة مؤسسة سنويا داخليات موازية تجويد خدمة الإطعام وأيضا استفادة من برنامج تيسير وتوسيع قاعدات المستفيدين حسب التوجيهات السامية لصاحب جلالة مرنا من 700 ألف مستفيد إلى أكثر من جوز المليون المئة ألف مستفيد بكل فمالية جد مهمة هذا لماذا؟ للتقليص من هذه القطاع المدرسي ومواكبة تمدروس المتعلمين وأيضا النجاح السيرورة التعلمية ديالهم على المساوة ديالتكوين المهني أيضا هذه مناسبة لإعطاء واحد الدفعة قوية لتكوين المهني عبر اعتماد هذا الرفعات ولسيما إعادة النظر في التكوينات الموجودة الكلاسيكية وأيضا تقويات التكوينات في المجالات الوائدة حسب متطلبات سوق الشغل قيام بالعداد من الدراسات القطاعية لإبراز هذه التكوينات ولسيما في مجالات جديدة كالبيئة، في تحلية المياه، في الصحة، في الفندقة، في مجالات وعيدة مهمة أيضا اعتماد مقاربة توجيهية ناجعة ومبكرة صاحب جلال نصر الله دعا إلى هذا حتى يكون توجيه في التكوينات المهني ليس توجيه عن عبات ولكن توجيه بقناعة حسب المويلات لكل طفل وحسب مشروع شخصي مهني بالنسبة للتعليم العالي اليوم نحن بصدد تنزيل هندسة بضغجية جديدة لسلك الإجازة لأن عدد طلبة كبيرة في هذا السلك الإجازة أكثر من 80% ديال طلبات المغرب هم في سلك الإجازة وحتى نمكن هذه الطلبة من تقوية قدراتهم وولوج سوق الشغل لا بد بالإعادة النظر في هذه الإجازة وتوجيه هذه الطلبة في بعض المساليك الوعيدة وأيضا تنويع العرض البداغوجي على المستوى الإجازة الرافع أيضا من وطيرة البحث العلمي في مجالات الأولويات الوطنية كي اليوم الحمد لله المغرب يتميز في عدد من المجالات في الطاقة المتجديدة في الفلاحة ولا بد أيضا من خلق واحد دينامية ديال البحث العلمي والابتكار في هذه المجالات حتى أولا نؤهل التعليم العالي ديالنا بهذا البحث العلمي وأيضا نؤثر وتكون واحد الآتار على التنمية الاقتصادية في هذه المجالات ترجمة نانسي قنقر